مرحبا بكم مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم أسعد جدا بصحبتكم في هذا الجزء من المسائية فالعرب في أخطر مرحلة وجميع حروفهم علة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة فسليمان العصر الحالي مشغول بملء السلة وحديث عن حرب كبرى صفقة قرن مختلة ليست هذه كلمات مشاهدين الكرام بل هي كلمات شد بها المطرب التونسي الكبير لأستاذ لطفي بوشناق ضد ما بات يعرف بصفقة القرن في مهرجان بمدينة الصور اللبنانية على مصرح قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني وكعادته كان الهم الفلسطيني على رأس أغانيه أجراس العودة إن قرعت أم لم تقرع لو جئنا نقرعها حالاً كانت ذنك كالطبلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم معلة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم معلة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة مسمار الحاعة ملك جحاسم صار الحي وفي غفلة سيناديعونا على دوي بازار الأرض المحتلة سيناديعونا على دوي بازار الأرض المحتلة ويعود ليكمل صفرته في نادي أشراف الدول أو صفقة قرن مختلة يرى الأستاذ لطفي بوشناق أن الفنان عليه أن يكون صادقا فيما يقدم من أعمال وأن لا يدير ظهره لما يجري في محيطه العربي من قضايا وينشغل بتقديم الغناء الاستهلاكي في الوقت الذي يكون الناس فيه بحاجة إلى فنه وحضوره ولذلك فقد غنى بوشناق دعما لأطفال العراق وغنى لفلسطين وغنى للثورات العربية ومن أشهر أغانيه أخوي الإنسان واعتذار ونشيد السلام وصراييف وأغاني أخرى عن شهداء قانا وجنين كما قدم بوشناق أغاني ذات توجه سياسي مثل أنا مواطن والسياسي والكراسي لطفي بوشناق فنان القضية العربية ضيفنا مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة من تونس الأستاذ المطرب الكبير لطفي بوشناق نرحب به معكم بضيفنا الكبير تحية لك أخي العزيز الغالي تحية حب صادقة من القلب من تونس الخضرة لكافة أستاذ المشاهدين نحب نقول لك يأسفني ويحزينني أن بعض الناس في العالم العربي ذهبوا بأغنية أجراس العودة مذهب لا يمط بصيلة إلى ما طرحناه أنا والشاعر الدكتور عماد الدين طاه ولكن هناك ناس تخلق المية العكرة وتصطاد فيها في القصيدة كان الحديث عن الوضع العربي بصفة عامة وأما سليمان العصر الحالي فهو اقتباس قرآني وسليمان في القرآن الكريم هو صاحب الدولة العظمى في زمنه فأسأل السادة اللي شكه في الكلام بتاعنا من هو صاحب الدولة العظمى حاليا والأغنية هذه نزلت كليب من يوم الاحتفال بتحويل الصفارة الأمريكية إلى القدس والكليب موجود في الوتيوب من حوالي شهرين ونصف من الموعدة تاريخ تحويل الصفارة الأمريكية إلى القدس وعندما تحدثنا فسليمان العصر الحادي مباشرة حطينا صورة من صاحب الدولة العظمى أليست أمريكا وضعنا صورة ترامب حتى الشعب امتاعه الأمريكي ضد مواقفه وضد أشياء عديدة ولكن ويا للأسف وانك عربي كانت ولازالت وستظل قضية العربية قضية الفلسطينية قضيته إلى آخر يوم في حياتي ولكن الناس كما قلت لك تخلق المية العكرة وتصطاد فيها ووقفنا عند ويل للمصلين نعم أستاذ بوشناق مرحبا بك وشكرا على هذا الإضاح الاستهلال الجميل الذي تفضلت به وكنت سأسألك وقد أوضحت حين قلت الفنان في الأعلى دائما أستاذ بوشناق أجراس العودة هيمينجوي كتب عن الأجراس فيروز غنت للأجراس الكنائس وكنائس القدس أجراس هذا الإنذار والخطر كيف يأتي في سياق وضعنا العربي لمن تقرع الأجراس كما قال هيمينجوي لمن تقرع أجراسك إن قرعت أو لم تقرع فلم العجرة لو جئنا نقرعها كانت دمتك كالطبلة يعني واضحة الأمور كلام واضح يعني أنا في من الذكاء وفي من الفطنة وفي من الأخلاق أنني يعني أعرف ما أغني ولا أتهجم على شخص ولا أي شخص أنا أقول حقيقة ولا تمط بسيلة إلى موقف سياسي هو موقف إنساني تاريقي لابد كان علي أن أتخذه يعني كيف قلت لك سليمان العصر الحالي اقتباس قرآني نعم وبواد النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة فسليمان فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وأنتم تعرفوا يعني سليمان العصر الحالي اللي هو ترامب وضع يده على كل الحسابات الخاصة أستاذ لطفي وأغنى رجال في العالم العربي وقالك أدوكم جوز بالتعويض للجنود اللي ماتوا بين الضفرين في احتلال العراق نعم والمصيبة اللي حلت بالعراق أستاذ لطفي أنت أوضحت يعني قارئ القرآن الكريم يعرف هذا وقارئ الشعري يعرف هذا والعرب يعرفون من هو لطفي بوشناق وتقع الأشكال كما تعرف أريد أن أقف بعك القدس عروس عروبتك وهي الأجراس تقرأ صفقة العرب الموقف ليس غريبا عنك في تجربتك التونسية والعربية ماذا تريد أن تقول الآن للساسة أنت المطرب المبدع صفقة القرن ماذا تعني لك حبيبي يعني وضع خطير جدا جدا يعني ونحن كنا مسؤولين الشعب العربي من المحيط إلى الخليج فردا فردا مسؤول على ما يحدث في القدس مسؤول كنا بكبيرنا وبصغيرنا فعلينا أن نتحرك ونعتقد أن الأمة العربية تمر بفطرة صعبة جدا جدا وفي كل لقاءات أقول من أصعب وأحلق الحقب اللي مرت بها تمر بها الأمة العربية هي الظروف اللي تمر بها ولا تخفى خافية على الناس نعرف ماذا يحصل في العالم العربي والفتنة الكبيرة والانشقاقات وأنا أدعو في كل لقاءات نقول يا ربي وفق ولا تأموري لما فيه خير ومستقبل هذه الأمة يعني أنا غايتي يعني ما عنديش غاية سياسية أنا غايتي السلم وغايتي الحب وغايتي العدل وغايتي الحق وغايتي التسامح وغايتي يعني يعادة حقوق هذا الشعب القضية تنسيت نعم تنسيت في هالوضع الحالي فأحنا نريد باش ننصح الضمير ونحمل المسئولية لمن يهمه الأمر أن قضية فلسطين كانت ولا زالت ولا بد أن تكون وان تزال وستظل هي قضيتني إلى النصر الأخير بإذن الله نعم هذا الموقف الجميل والنبيل في حياتك في فنك منذ أن انطلقت غنى أيضا لأطفال العراق غنيت لفلسطين غنيت للثوارات العربية ما كانوا يسمى أو لا يزال الأغنية الملتزمة المبدعة الملتزمة كيف تنظر الآن إلى أطفال العراق إلى فلسطين المحتلة إلى الثوارات العربية فيما تفكر أنا العربي مفتاح الجهات وراعي النبض في قلب الحصات عزيز الروح لي أمس مجيد ولي فجر من الأمجاد آتي ويحدث أن تكون الريح ضدي فأركبها وأقصد أمنياتي وأبقى يانعا في كل نار وحرا رغم كيد الكائدات إذا ما البحر طوقني بموج صنعت بموجه طوق النجاتي وانطرفت عيون الصخر قرب بكت عيني وسال رحيق ذاتي كما لو أنني قلم أجف وأدعو الأرض تشرب من دواتي دمي هذه السماء وكل أرض متى رقصت حرائقها جهاتي وصوت الكون بعض فتات صوتي وأحلام الخليقة ذكرياتي أكاد أجود بي وأمام جودي تظل الأرض تصرخ هاتي هاتي فقولوا كيف ما شئتم مغن ويحلم لن أشح بأغنياتي أنا العربي آخر من سيبقى ليشهد في الحياة على الحياة آدم فتحي وقلت أعملت رسالة لحكام العالم العالم بأسره يقولهم هي كلمة باختصار كلمة لأصحاب القرار يكفي خلونا نعيش يكفي ملينا ضمار ما يهم لونك ودينك ليصارك ليمينك خلوا كل الناس إخوة بالتسامح والحوار هي كلمة باختصار كلمة لأصحاب القرار شوفوا كم من أم ماتت وكم وراها من رضيع وشوفوا كم من حرب فاتت خلفت مشهد فضيع وشوفوا كم من أم ضاعت وشوفوا كم أم تضيع يلي بديكم طلبنا إحنا ملينا تعبنا يكفي خرب ويكفي ظلم ويكفي تشريد ودمار هي كلمة باختصار كلمة لأصحاب القرار كلمة لأصحاب القرار من فنان فلسطيني مندمج في قضيتي أرى الآن وراءك وفي بيتك المسجد الأقصى وقبة يعني أنت الفلسطيني الفنان المندمج الذائب في فلسطين كما قال الشابي سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسري فوق القمة الشماء أروا إلى الشمس المضيئتها هازئا بالسحب بالأمطار بالأنواة أنت من سلالة الشابي الأرض العربية فلسطين القدس الأقصى ماذا تحتاج منكم أيها المبدعون العرب طبع السلام وليس من طبع الشماتة في أحد وأرى الحياة تليق بي وبكل من لا يستبد لكنهم سرقوا سماء والطراب مع البلد لم يتركوا لي من سلاح في يدي سوى الجسد يحيى السلام يحيى السلام لكنني لا أفهم هل نحن أشياء وهل بشر هم هل دمنا ماء وهل دمهم دم أنا الأول لصحوة يا عالم من قبة القدس لأقصى الجهات الأربع لم يتركوا لي موضعا لجرح فيه بأضلعي أشكوا لمن حكمي وخصمي والوصي المدعي يقفون ضد أجمعين أنا الذي وحدي معي يرثون للفقم الجريح ويشفقون على الخطاف وحدي أنا العربي تسهو عن دمي كل الظفاف أدعى إلى الموت كما يدعى سوايا إلى زفاف وعلي أن أرضى وأن أرضي الجميع وأن أخاف يحيى السلام يحيى السلام لكنني لا أفهم هل نحن أشياء وهل بشر هم هل دمنا ماء وهل دمهم دم أنا الأوان لصحوة يا عالم آدم فتحي كل إجاباتي بالغناء أحاول أن أسجل هذه الحقبة الزمنية التي أعيشها بأغانية وبالأعمال الهادفة التي هي مسؤولية أمام ضميري وأمام الله وأمام التاريخ وإن شاء الله يا ربي كنت صادقا وأتمنى أن أكون صادقا بدون انتماءات وبدون جرح وبدون دخول في متاهات فيها من الذكاء ومن الفطنة لا أقترف أخطاء تعود علي بالبلاء سجل أنا عربي وأطفال ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف أنت تأتي في هذه المحنة العربية كما قال الدرويش لتقول كل شيء قل لنا شيئا عن تونس وقد تركت لهم الكراسي كما قال جبران خليل جبران موجود لكم لبنانكم لكم لبنانكم وليا لبناني للطفي تونس الخضراء الشعب أنا أقول للم تونس نعم قل أنا أقول لتونس ما زال مجدك سير القدام وما زال اسمك في العلاية تعلى وما دام كميمة انساء ورجال يرتاح بالك ما تخاف يمذلى وما زال سومك يغلى وما زال صيتك في المحافل يعلى بلاد اللي فيها العيش يطيب ويحلى نحني لها هاماتنا بإجلال ونبوس أرض طرابها وشحلة تونس عزيزة وساكنة في البال جنة وضايع صيتك دار الكرم صوان عالي حيتك واحد سلام وكل زاير بيتك بالشعر غنى وردد الموال انت نعيم الروح بروحي في ديتك انت الربح والكسب ورأس المال وما زال مجدك سير القدام أنا يا تونس الخضراء متعب بعروبتي لا أريد أن أكمل مقالة نزار أستاذ لطفي بوشناق العالم يتحرك حبيبي الثورات العربية تمشي إلى الأمام والمواطن العربي ينسحق أنت الموقف العربي كيف تنظر إلى الثورة في تونس لماذا تركت لهم الكراسي وأخذت تونسك في قلبك كما غنيت لها ما الذي يحدث الآن كيف ترى نعم أخي العزيز سأجيبك أخي العزيز الثورات في تاريخ الأمم لا تقاس بخمسة وستة وسبعة وعشر سنوات فرنسا اللي يتوى ما بين ظفرين رمز الحرية والحقوق الإنسان والديمقراطية كلفتها ميتين سنة بشو وصلت لما وصلت إليه صحيح وكلفتها خمسة وعشرين مليون مليون ضحية ماتوا واللي عملوا الثورة في فرنسا فاتوا على المقصلة فخمسة وستة سنوات هذا وضع نعرف بعضنا أنا متفائل جدا رغم كل ما يحدث أنا متفائل وأنا نقول تونس فيها نساها وفيها رجالها وفيها شبابها وفينا من الوعي وفينا من الفطنة والتاريخ لا يسمحش التاريخ لا يسامح وخلتنا هالفطرة هيدية نعرف بعضنا ونعرف مشاكلنا ونعرف نضع كل شخص في مكانه واللي يكذب ولا بشي حاول يكذب التاريخ بشي يكشفه تكشفه إذا كان مش بشي ينسحب التاريخ بشي يسحبه إذا كان ما يسحبوش التاريخ الشعب بشي يسحبه لكنني متفائل أستاذ لطفي فورة الفرنسية صنعت جون جاك روسو وصنعت العقد الاجتماعي وهو مفهوم الحق وصنعت المبدعين فورة تونسية كيف أثرت فيك ماذا صنعت فيك ماذا أعطاك اليسمين ماذا أعطاك الحلم ماذا أعطتك الثورات العربية الآن وأنت تغني للشعب العربي نقول إن رمت تعرف كيف الشعب ينتصر اذهب لتونسة فيها العلم والخبر أسرجت خيلي إلى الخضراء مقتدئا باللاجهاتي فرب جل عن جهتي نسيتها الغالب أقول دم الشهيد بهذا النصر بشارنا فهل رأيتم دماء كلها بشهر تفنى الجسوم بجسر بقبر حين تسكنه والذكر باق مع الأيام والفكر لو الخلود لأمر الناس مرجعه لاستقبل القبر بالأزهار من قبره إنهب حبيبي أنت اليوم رايتنا فإنه مثلك لم تخلق له الحفر يعني أنا خلات لي الثورة هذه خلات لي التحدي رغم الظروف اللي نمر بيها ولكن ثقتي كبيرة في تونس وفي شعبها وفي القادمة متاحها اللي أكيد بش تظهر القيادات اللي تستاهل بش تقودها البلاد هذه وفيه الناس الشرفاء وفيه اللي ينصنص أمانية موجودة طيبة لكن لا يكفي النية يلزم العلم ويلزم الحكمة وحيد الصفوف وهذه عادي جدا في تاريخ كما قلت لك في تاريخ الثورات لا يقاس بخمسة وستة وسبعة وثمانية سنوات حتى الآن أستاذ لطفي القادم أفضل أكيد القادم أفضل والحلم هو الأجمل وليست حياة المرء إلا أمانين فإن هي ضاعت في الدنيا على أثر العرب الآن مواطن سياسي بالفطرة يرى التلفزيون سياسة يتحدث في كل ما هذا المعطى السياسي الطعام سياسي الأحاديث السياسي كيف تصنع منها أنت إبداعا سواء في مالوفك في حنينك في أشواقك وفي أغانيك السياسية التي تذهب بك مشرقا ومغربا أين أنت الآن من حراك الثورات العربية من هموم القدس من هموم الخصامات العربية والخلافات العربية أين أنت؟ حبيبي الغالي الأحداث تتطور يوما بعد يوم والمفاجآت يومية أنا دائما أقول أنا شاهد عن العصر وعن الحقبة الزمنية التي أعيشها أصبحت الأمور مكشوفة لا تخفى خافية صدقني أن الشارع العربي فيه والشعب العربي ذكي جدا مهما يقولوا عنه ومهما يصفون باليحب ويصفوه لكنه فيه من الفتنة وفيه من الحكمة وفيه من الانتماء وفيه من الحب إلى هذه الأرض وإلى الوطن أنه يعني يناضل وأنا شاهد على هذه الحقبة فأنا أستوعب الوضع واختلص منه المشهد والحمد لله رب ناب علي بناس شعراء مهمين حواليها وينتقيوا المواضيع متاحهم ما الذي يحدث ما هذا الشيء أصبح طبعا أستاذ لطفي أنت فنان كبير مقتدر مثقف وخرجت من أسرة عسكرية جدك أو أبوك كان عسكري ولكنك ذهبت إلى الفن والآن أستاذ لطفي أنت لا تنتمي لتيار سياسي أنت تحاول دائما أن تكون مواطنا مبدعا ذا موقف سانت باف الفرنسي كان يقول إذا انتفى الموقف انتفى المبدع ما هو الموقف الذي تحمله الآن كمبدع كفنان رسالتك موقف صدق موقف للحق موقف حب موقف تسامح موقف عدل موقف حق موقف موقف إنساني يعني ما نقدرش أنا يعني اللي يحصل في في القدس واللي يحصل في الأمة العربية ويحكيوننا على داعش ويحكيوننا مين عمل داعش ومين عمل التطرف فأحنا نحن لا نعرف نصنع خارطوشة وانا لما نشوف المتطرفين في العالم العربي بالسيارات الأمريكية وبالسيارات اليابانية وبالأسلحة وبالرشاشات وانا نعرف نصنع خارطوشة هما أنا نحضر لك في أغنية سأعلمكم من الإرهابي ومن الذي شجع الإرهاب وانا حتى في الإرهاب هل نسمع هل نسمع أستاذ لطفي هل نسمع بعض المقاطع أو استهلال من هذا المشروع تفضل تسمع لو أن داري لو أن داري في النجيمات العلية هو البدر جاري ثم والشمس البهية لو جنة الفردوس سكنايا الرضية سيظل هم واحدا كيف الوصول إلى الربوع اليعربية قسما بمائك يا غمام وبخفق أجنحة الحمام إننا ننبذ بالمحبة والسلام فإذا عذا عاد على بلدي وضعم صار الكتاب من الدروع العسكرية إن الكتابة هو الدروع العسكرية في العلم حي على الجهاد وإلى العلاي ابن البلاد الله بالقلم المنير هدا وزاد سبحانك اللهم يا رب العباد علمت بالأقلام لا بالبندقية المجد للأقلام لا للبندقية ما أجمل ما أجمل أستاذ مطفل علم الإنسان بالقلم يا أخي علم الإنسان بالقلم ليس بالقتل وليس بالغاء الآخر والتسامح هذا يديننا وإحنا يديننا اسمه سلام اسمه الإسلام من كلمة السلام يعني ما أجمل هذه الأغاني أسمعني حبيبي الغالي هذه الأغاني لا تجد صداة في الوسائل للإعلام العربية القنوات العربية يعني أنا أحكيت لك على الثقافة هي السلاح هي السلاح الذي نجب أن نستغله ولكن عنا أكثر من ألف وخمسمائة ولا ألفين قناة فضائية عربية تكلفوا مليارات الدولارات وكم قناة عربية مهتمة بالثقافة الثقافة اللي هو السلاح بيش نثبت به الهوية ونبلغ به الرسالة ونلمع به الصورة وندعم الاقتصاد الدولة العظمى أمريكا معتمدة اقتصادها بالدرجة الأولى قبل بيع السلاح من من الثقافة ومن الأفلاو ومن الصينما ونحن لا عندنا نحن انظر حواليك لا شيء ما أرتديه وهذه المعدات كلها لا شأن لنا فيها ولكن وإذا كان انتزعوك من ثقافتك ومن تاريخك على الدنيا السلاح هذا هو جهادي وهذا هي رسالتي في في الحياة ولكنك قلت ذات يوم بأنك ستذهب إلى تفعل شيئا غيرا ذكرتني بموقف راعي الغنم أنا ذاهب إلى الغاب يا شعبي تتذكر قصيدة الشاب عندما يائس من الثورة أو من الحلم الذي أنا ذاهب إلى الغاب يا شعبي هل معنى ذلك أريد أن أكمل السؤال إذا سمحت لي الفنانون الآن يلبسون الفيديو كليب يغنون في الاستوديوهات الجميلة أين تجد نفسك إلى أين ستذهب إلى أي غاب إلى أي إبداع إلى أي شكل جديد إلى موقف جديد نعم حبيب الغالي أنا لا أبحث عن موقعا في هذه الساحة بقدر ما أبحث عن موقفا وعمل يذكره التاريخ ولا أسمح لنفسي لأحكم على زملائي هذه قناعات شخصية وهذا إيمان وفقدوا الشيء لا يعطيه هم حرار هم حرار اختاروا يعني كل واحد اختار طريقه له سياسته له منهج أنا أعملت سياسة سطرتها وحطيت يعني خط الطريق في حياتي أني أني أكون شاهد على الحقبة الزمنية متاعي والحمد لله أني وصلت بشحفرت صورة في ذاكرت هذا الجمهور العربي وأحاول وأسعى جاهدا بكل صدق وبكل ما أمتلكه من منطاقة ومن إمكانيات لتسخيره لتبليغ رسالتها قديما قال أحد الشعراء ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارب مكرمة الإبداع والفن ماذا يقدم لك ماذا يقدم للإنسان العربي ليس بالحب وبالفن يحيى الإنسان العامل الإبداع الصناعي كما قلت كيف يمكن أن يقدم الفنان رسالة الاستنهاد فهزز نفوسا طال رقادها فلربما حي الخشب كما قال ابن بديس ذات زمن في الجزائر يعني السؤال بتاعك بالضبط سؤال رسالة الفنان كيف يجمع بين التأثير الفني والاستنهاد الإبداعي الذي لا يقتصر على الغناء ولكن أيضا الجانب التكنولوجي كنت ذكرت أمريكا نحن نلبس ما يصنعون نأكل ما يصنعون نشرب ما يصنعون ولا خير في أمة تأكل مما لا تزرع وتستهلك مما لا تنتج وتصنع يعني هي حكاية إيمان حبيبي هذه قانعات شخصية وإيمان ونقول مدام هناك حياة هناك أمل ومدام عندك فرصة ومدام عندك إمكانية بش تبلغ بإبداعك بصوتك اللي أعطاه لك ربي أنك تخدم الإنسان والإنسانية بدون تطرف وبدون أي شيء يعني لما نغنينا على صرايب ونغنينا عليها بكل حب وبكل صدق ولا نغنينا على أي قضية هذا نابع من قانعات شخصية وحب وصدق وانا سياستي في الدنيا هي الصدق أتمنى أني كنت ولازلت وسأظل صادق هو مقتنعا بالشيء اللي نقدم فيه بكل حب وبكل إيمان ولذلك غاروا منك الناس أستاذ لطفل لأنك صاحب موقف وصاحب إبداعك الوقت الجميل مع الفنانين مع المبدعين يذهبوا سريعا هل تقترح شيئا أسمع حبيبي هل تقترح شيئا تغنيه أسمعني أنا أقول لك أسمعني حبيبي أقول لك ارتحت وما همني خسرت ولا ربحت وما دامني رغم الألم مجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي وما دامني عشت الحياة بوضوحي حتى يقولوا فشلت أنا نجحت وما زلت شادد صحيح وما يهمني شينطير عكس الريح ومحصوب وليكان نطيح تعودت ياما في حياتي طحت ورجعت عايش بالأمل في حياتي ورجعت وتعلمت من غلطاتي فاصعب ظروف اثبت فيها ذاتي وكيف ما بكيت اليوم هني فرحت وما زلت شادد صحيح ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس ودي ما نقول له بس الحمد لله وين كنت وين أصبحت وما دامني ما نحب كان الخير وما دامني صابر وقلبي كبير تفراج مهما في حياتي يصير نظلمت غيري ولا نهار جرحت وارتحت غني يا بلبل فوق الدوحي غني أنت أولى بالهوى والشعري مني أريدك أن تغني لمحبيك غني لنا قليلا ما تراه جميلا في هذه اللحظات الأجمل معك لا لا طوى أنا تعرف اللقاء هذا يا حبيبي لمعاك دلوقتي يكلفني مجهود امتاع عشر حفلات والغناء يلزمه صلتنا ومش زر تنزل عليه تقول لي غني يعني نقول لك في الشعر وخلاص صوتك جميل هل تؤدي شيء أن تختاره هدية لمحبيك نغني كما قبل غني الرعاة نغني كما قبل غني الرعاة نغني إلى آخر الأغنيات نغني لنسقي حلم الصغير ونغمس في الحب خبض الفقير فلا شيء بعد الربيع الأخير سيبقى سوى هذه الأغنيات نغني لنحيا وتحيا الحياة نغني لنسمع نبض القلوب ونبني ما هدمته الحروب فلا شيء تفضي إليه الدروب إذا لم تبشر به الأغنيات نغني لطير القطى كي يعود ونبني ما هدمته الحدود فلا شيء يوقظ روح الوجود إذا لم تبشر به الأغنيات نغني لنحيا وتحيا الحياة شكرا جزيلا نحن نحب الحياة نحب الحياة ونحب الفرح ونحب العدل ونحب الاستقرار ونحب السلم ونحب التسامح ونحب العيش في أمان ونحب نحقوق ندافع عليها ونتكلم عليها وكلمة حق لابد أن تقال وموقف لابد أن يكون لك موقف ومن ليس له موقف ولا وجود له نعم طبعا أنت الأستاذ الفنان الكبير أستاذ لطفي بوشناق كان لابد أن تغني للحياة وأنت من زمن شعري وأيضا إرادة الحياة وكما غنى الشاعر التونسي في أغاني الحياة شكرا شكرا جزيلا لك شكرا لتونس شكرا لأغانيك شكرا لموسيقاك شكرا لأجراسك شكرا للتي ولدتك شكرا للذين صنعوك مبدعا كبيرا وأنا أتمنى أخي الغالي أنك تذيعوا في قناتكم لكليب إمتاع أغنية أجراس العودة لنزل أكثر من شهرين ونصف في اليوتيوب تنزلوا عشان الناس تصلح معلوماتهم البعض أكيد أكيد إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ نطفي تحية لك ولكم الحرية التامة في بثها حبيبي لك ولإبداعك لك ولإبداعك الشكر والتقدير ولتونس القبعة ألف شكر سيدي ورحبا بكم شكرا جزيلا أكثر من شهرين ورحبا بكم شكرا جزيلا أكثر من شهرين ورحبا بكم